للمزيد من النقاش والمتابع عبر الهاتف بينضم إلينا الأستاذ محمد فوزي البحث بالمركز المصري للفكر والدرسات أهلا بحضرتك أستاذ محمد أهلا بحضرتك يا سمي يمكن يعني العالم كله بيتابع أو زي ما احنا شايفين أن نتنياهو وفريقه بيوظفوا أو بيحاولوا أن هم يوظفوا الموقف الدولي الراخب والموقف الضعيف يعني أسميه لتنفيذ المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني توقعات تقل القادم خاصة ونحن في انتظار قرار من محكمة العدل الدولية مع هذه المطالبة أيضا من الوزير الفلسطيني أو وزير خارجية الفلسطيني أستاذ أحمد أهلا بحضرتك بأستاذ المشاهدين طبعا يعني احنا النهاردة بنتكلم على ما يقارب المئة يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بنتحدث عن جملة من التطورات المتسارعة بشكل يومي لكن خلينا نقول أنه عندنا بعض المحطات الرئيسية بعضها بيرتبط بالتطورات الميدانية والسياسية في الداخل الفلسطيني وبعضها الآخر بيرتبط بالتفاعلات الإقليمية والدولية المحيطة بهذا المشهد والمصاحبة له إذا كنا بنتحدث عن التطورات الداخلية الخاصة بالمشهد الفلسطيني أو حتى بالبعد الآخر المتمثل في الحراك الإقليمي والدولي المحيط بهذه التطورات فإحنا بنتحدث عن اتجاهين لا ينفصلان ويؤثر كل منهما في الآخر يعني عندنا على مستوى الداخل الفلسطيني عمليات إسرائيلية عسكرية متواصلة على قطاع غزة وجدنا في الأيام الماضية بعض التحولات التكتيكية على نمط العمليات العسكرية الإسرائيلية وده تجسد بشكل واضح في سحب العديد من الألوية العسكرية الإسرائيلية من قطاع غزة والتي تحوي في جعبتها يعني آلاف ومئات الجنود الإسرائيليين وجدنا بالتزامن مع ده عودة لتكسيف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة سواء من خلال سلاح الطيران أو من خلال الزوارق البحرية التي قصفت ساحل قطاع غزة وجنوب القطاع في أكثر من مناسبة هذه التغيرات العسكرية يعني أعتقد أنها بترتبط بشكل رئيسي يعني تنامي حجم الخسائر في الجيش الإسرائيلي على الرغم من طبعا الفاجعة الإنسانية والخسائر المدنية الكبيرة داخل قطاع غزة إلا أنه ده لا ينفي طبعا حجم الخسائر الكبيرة في الجيش الإسرائيلي خصوصا إذا ما وضعنا في الاعتبار أننا نتحدث عن حرب بين جيش نظامي قوي أو بيوصف بأنه واحد من أقوى أربع جيوش في العالم في مواجهة مجموعات مسلحة غير نظامية متمثرة في الفصائل الفلسطينية فهنا الحسابات العسكرية ومعادلات الضبح والخسارة بتختلف الحقيقة أنه كمان هذه المتغيرات الميدانية كان لها نعكاس حتى على السلوك الإسرائيلي في الجبهات الأخرى المفتوحة حاليا يعني لما فشلت إسرائيل في تحقيق أهدفها العملياتية الواسعة التي رسمتها في بداية الحملة العسكرية على غرار تدمير البنى التحتية للفصائل الفلسطينية أو اغتيال قادة الصف الأول لهذه الفصائل بدأت إسرائيل في اللجوء إلى سيناريوهات بديلة متمثلة في معركة النقاط ما يمكن أن نسميها بمعركة النقاط مع الفصائل الفلسطينية أو اللبنانية حتى هذا تجسد بشكل واضح في التركيز على استهداف بعض قادة الصف الثاني والثالث من الفصائل داخل غزة واستهداف بعض قادة الصف الأول من حزب الله وحركة حماس داخل الأراضي اللبنانية كمان جنبا إلى جنب مع هذه التطورات الميدانية المهمة في الداخل الفلسطيني كان عندنا تطورات أخرى مصاحبة لها مرتبطة بالسياق الإقليمي والدولي المحيط بهذه الحرب والحقيقة أنه أنا أجد أنه أبرز هذه التطورات تمثلت في التغيرات المنسبية التي بدأت تطرق على الموقف الغربي وهنا بالتحديد أركز على حالة الولايات المتحدة وفرنسا يعني الولايات المتحدة بدأت في الفترات الأخيرة في التأكيد على جملة من المواقف التي تعبر عن تغيرات مهمة صحيح سواء ما يتعلق منها برفض مخططات التهجير الإسرائيلية والتأكيد على رفض سياسات التهجير للشعب الفلسطيني أو ما يتعلق بإشارة المسؤولين الأمريكيين في أكثر من مناسبة إلى ضرورة إنهاء الحرب الحالية قبل نهاية الشهر الجاري فضلا عن تأكيد الرئيس الفرنسي على عدم أحقية إسرائيل في رسم مستقبل قطاع غزة في مرحل ما بعد الحرب وكذا تأكيد الولايات المتحدة على أن السلطة الفلسطينية هي المعنية بإدارة قطاع غزة في مرحل ما بعد الحرب أستاذ محمد خليني أسأل حضرتك عن المواقف المصرية أو استراتيجية مصر في التعاون مع هذه الأزمة وربما نؤكد على هذا السؤال أو نسأل هذا السؤال لأنه على الجانب الآخر كان في محاولات من الجانب الإسرائيلي لتشويه ربما الجهود التي تقوم بها مصر من أجل إنهاء هذه الأزمة وخاصة ما حدث منها في محكمة العدل الدولية بمحاولة تشويه الجانب المصري أو الحديث على أن الجانب المصري هو من يقوم بغلق المعبر وما شابه الحقيقة أنه الموقف المصري فيش قيم فيما فرح في حضرتك الشق الأول مرتبط بالموقف المصري اللي هو الحقيقة سواء كمواقف معلنة رسمية أو كتحركات عملية على الأرض لا يقبل المزايدة خصوصا في الملف الفلسطيني الملف الفلسطيني بيحظى بيه خصوصية خاصة لدى الدولة المصرية تاريخيا وحتى النحظة ولعل هذا كان السبب اللي جعل زعماء العالم يكسفوا المباحثات مع الدولة المصرية منذ بداية الأزمة هنا في السبع من أكتوبر الماضي يعني وجدنا هرولة من كافة زعماء العالم إلى الدولة المصرية من أجل تنسيق المواقف الحقيقة أنه الدولة المصرية ركزت منذ البداية على مصارين رئيسيين المصار الأول هو المصار السياسي والمصار الثاني هو المصار الإنساني المصار الإنساني يعني العرقام بتتحدث عن نفسها يعني يكفي الإشارة إلى أنه أكثر من 84% من حجم المساعدات اللي دخلت لي قطاع غزة كانت من خلال الدولة المصرية لكن في تقدير الشخصي أنه التحركات المصرية على المستوى السياسي كانت لا تقل أهمية عن المستوى الإنساني لأنه الدولة المصرية تحركت في أكثر من اتجاه سواء ما يتعلق بتكسيف المباحثات مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الأزمة أو المعنية بها من أجل الدفع باتجاه وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة الدولة المصرية تحركت أيضا على مستوى بناء سردية واضحة وصريحة ومباشرة تجاه الأحداث التي تشهدها قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عبر التأكيد على أن ما يحدث هو جرائم إبادة جماعية والحقيقة أن أهمية هذا الاعتبار ارتبطت بوجود سردية إسرائيلية انساقت وراءها العديد من الدول الغربية بأن ما يحدث يأتي في إطار رد الفعل فكانت السردية المصرية تؤكد دائما على أن ما يحدث هو جرائم إبادة وأن أحداث السابع من أكتوبر كانت نتاجا لسياسات متطرفة تبنتها حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلي على مدار الأشهر والسنوات الأخيرة أوصلت الأوضاع إلى نقطة التجار الادعاة الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية في تقديري أنها كانت محاولة للهروب إلى الأمام من تهم الإبادة الجماعية التي توجه إلى إسرائيل يعني الدولة المصرية بالنسبة للادعاة التي روجتها إسرائيل فالحقيقة أنه في جملة من الاعتبارات المهمة التي تفند وتبين كذب هذه الإدعاة سواء ما يتعلق بأن مصر لديها استيادة على معبر رفح من الجانب المصري فقط ولم تقم بإغلاقه منذ بطء الأزمة الحالية في السابع من أكتوبر الماضي يعني الوفود الأممية نفسها ورؤساء وقادة العالم اللي زاروا معبر رفح رأوا بأعينهم أنه معبر رفح مكتوف من الجانب المصري وكمان في بعض المسؤولين الأمميين اللي رأوا بأعينهم استهداف الإسرائيل للمعبر من الناحية الفلسطينية نعم صحيح أنا طبعا يعني الحقيقة الحديث عن المساعدات التي قدمت للجانب الفلسطيني من قبل مصر الحديث عنها الحقيقة لا ينتهي أستاذ محمد لأن فيما يتعلق بمصار المساعدات مصر عملت على قدم وساق بنتحدث عن أكتر تقريبا من 13 طن مساعدات تم إدخالها إلى الجانب الفلسطيني من قبل مصر بنتكلم عن أن المساعدات التي قدمت إلى الجانب الفلسطيني 75% منها من مصر و25% منها فقط من دول العالم فأنا سأكتفي بهذا القدر والحقيقة بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل ما تفضلت إليه من تفاصيل الأستاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات كنت ضيفي عبر الهاتف شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك